السلام عليكم متابعين الكرام لماذا لا يمكن توليد التيار الكهربائي بالمجال المغناطيسي ثابت الشدة أي أنه يجب تحريك المغناطيس أو المجال المغناطيس أو تحريك السلك الكهربائي أو الملف الكهربائي لتوليد التيار الكهربائي في هذا الفيديو سوف نشرح السبب الرئيسي في العمق الفيزيائي الموضوع يتعلق في خصائص الذرة أي أن شرحنا سيكون في الذرة لن نتعمق كثيرا في خصائص الذرة الفيزيائية أو الكيميائية إنما سنشرح السبب الرئيسي الذي لا يسمح للمجال المغناطيسي ثابت الشدة بتوليد تيار كهربائي من المعروف أن للذرة نوات تتوسطها والكترونة تدور حول النوات وباختصار السبب الرئيسي هو بسبب الكتلة أي الفارق بين كتلة النوات وكتلة الإلكترونات وحديثنا يخص الإلكترون في مدار التوصيل أي الإلكترون في المدار الأخير حاليا النوات تطبق قوة جاذبية على الإلكترون لا تسمح له بالإفلات أو بالابتعاد وبنفس الوقت يقوم الإلكترون بطرد نفسه عندما يتم تسليط مجال المغناطيسي من الخارج على الذرة فإن هذا المجال يعطي طاقة للنواء والإلكترونات أي أنه تزيد طاقة جاذبية النواء وتزيد طاقة الطرد المركزي للإلكترونات ولكن يبقى هناك تعادل أي أن الطاقة توزعت بالتعادل بالتساوي ولكن هناك فارق الزمن وهو محور حديثنا أي أن كتلة الإلكترون خفيفة وكتلة النواء ثقيلة فإن الإلكترون يتسارع مع المتغيرات الخارجية أي أن الإلكترون شحنة تدور في محيطه مثل شحنة النوات التي تدور في محيط النوات ويحدث تعارض في اتجاه مدارات الشحنة ولهذا السبب لا يمكن للنوات جذب الإلكترون حتى يسقط فيها نحن نتحدث عن نواة واحدة والإلكترون واحد أي عن ذرة واحدة ويطبق الحديث أو الشرح على جميع الذرات في المادة التي ستقع تحت تأثير الحقل المغناطيسي الإلكترون يدور حول محوره وبسبب هذا الدوران له شحنة تدور في محيط الإلكترون وعندما تزيد سرعة الدوران المحوري بالإلكترون تكبر هذه الشحنة عندها يمكنه الابتعاد لمسافة أكبر عن مركز النوات نوات الذرة الآن ركز معي وعندما يتم تسليط مجال خارجي مجال مغناطيسي فإن هذا المجال يقوم بتسريع الجسيمات التي تحيط نواة الذرة والكترونات الذرة ما الذي سوف يحدث بعدها؟ هذا المجال المغناطيسي يقوم بتسريع الجسيمات الجسيمات التي تحيط بنواة الذرة والكتروناتها ويبقى الوضع متعادل لدى قوة النواة وقوة الإلكترونات ولكن هناك فرق في الزمن أن القوة التي يحصل عليها الإلكترون تكون بفارق زمن بتسارع كبير جدا أي لحظة بينما النواة تحتاج زمن أطول حتى تزامن هذا التغيير عندها يمكننا حساب فارق الزمن أي أن الإلكترون أخذ طاقة كبيرة يمكنه طرد نفسه إلى مسافة أبعد وبعد مرور فترة من الزمن سوف تحصل النواة على هذه الطاقة ثم تعود لتجذب النواة من جديد ليحدث تعادل في هذا الفارق الزمن يكون الإلكترون قد انتقل إلى ذرة مجاورة وعندما يتم تسليط مجال مغناطيسي من مصدر خارجي يقوم هذا المجال بإعطاء طاقة لنواة الذرة وللإلكترونات أي أنه يبقى هناك تعادل ولكن هناك فرق في الزمن هذا الفرق هو السبب الرئيسي في هذا الشرح بسبب أن كتلة الإلكترون جدا خفيفة نسبة لكتلة النواة فإن الإلكترون يكتسب الطاقة بنفس زمن وصول طاقة المجال الخارجي وهذا يعني أنه يكتسب شحن أكبر عندها يستطيع طرد نفسه لمسافة أكبر بينما النواة تحتاج زمن أطول لتحقيق نفس مقدار الطاقة أي لتزامن التغيرات الخارجية ولهذا السبب نجد أنه بعد مرور زمن معين حتى تتسارع حركة النواة إلى المستوى الأعظمي عندها يحدث ذلك التعادل ويستطيع جذب الإلكترون من جديد بعدها لا يمكن الإلكترون الأفلات يجب تغير شدة المجال المغناطيسي الخارجي لكي يبقى الإلكترون سباق في التزامن ويستطيع طرد نفسه بشكل مستمر هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل يولد التيار الكهربائي مع المجال المغناطيسي متغير في الشدة الإلكترون عندما يدور حول نفسه أو حول محوره فإنه يتحرك باتجاه أفق على اتجاه عمودية أو محور دورانه كما هو معروف بقاعدة اليد اليمنى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر